السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بحضرتكم معكم محمد الغيطي وبرنامج في الثامنة الحقيقة أنا كنت متفق مع المخرج على يعني دخلة معينة بس أنا حسيت بأن أنا ركبي بتخبط في بعضها فقلت له خليني أبدأ البرنامج النهاردة حلقة مستثناء من الأول وأنا قاعد حد يقول لي ليه؟ أقول لكم الأول أنتوا حشتوني جداً 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 أنا ما يقرب من ثلاث سنوات برى الهوى خلال من 2018 تقريباً أما توقف برنامج صح النوم على قناة إلتسي بعد كده سجلت برنامج الحكواتي للمحور وكان فيه رمضانين وفي النص كده كان فيه تجربة في إحدى القناة مش عايزة أفتكرها شهرين وما كملتش والحقيقة في ثلاث سنين أنا قعدت حسابات كثيرة جداً يعني يمكن تجربتي وحسابي مع نفسي نقولهم لو مقدر لنا إن شاء الله نستمر يا رب نقول إلا أنا استفدتم التجربة دي لأنه الحقيقة كان من أهم دروس عمري يعني إنك إنت تقريباً تلات سنين قعدت في البيت ما تعملش حاجة غير إن إنت تعية وتروح لدكاترة بسبب عدم الشغل وده بالمناسبة أنا عارف ناس كتير جداً كده يعني فيه ناس طبعها كده ما تشتغلش تعية أنا منهم رغم أن أنا كنت أنا قارئ جيد جداً يعني كمان فترة حظر الكورونا إداتني فرصة أن أنا أقرأ أقرأ يعني أعيد قراءة كتب يعني الحقيقة من الكتب اللي أنا قعدت قراءتها وأنصحكم تقروها كتاب الأجنحة المتكسرة الجبران خير الجبران كتاب عظيم من أعظم الكتب اللي ممكن تعلمك حاجات كده في حياتك طيب